اشتركوا في القناة في كل مجالات لو لاخدوا 100 غرام منها تعطينا حوالي 70 سعر حرارية فيها أيضا نسبة لبس بها من الألياف حوالي 8 غرام في كل 100 غرام من النعنى خاصة أن اللي تميزه هو فيه احتواءه على نسبة كبيرة من مضادات الأكسادة فهو يعتبر من الأطعماء اللي ضد السرطانات وهذه الأمراض الأمراض المناعية في أيضا نسبة من الزيوت بما يسمى زيوت الطيارة أو زيوت الأساسية اللي هو المعروف المنتول وهو واسع الاستعمال نجده في كثير من المواد الصيدرانية المواد غذائية مفيد للجسم وفيه عدة فوائد نتكلم عليها فيما بعد أيضا فيه بعض الإنزيمات اللي تساعد في عملية الهضم مثل الأكسيداز وبيروكسيداز فهي نسبة لبس بها في النعناع سهل من عملية الهضم سهل في عملية الهضم عفوا أيضا نشوفه في فيتامينات فيتامين سي وفيتامين كا أيضا موجود في النعناع بعض الأملاح المعدنية مثل الحديد الكالسيوم الفوسفور الماغنيزيوم والمنغانيز أيضا الزنك نوجده أيضا في النحاس أيضا فكلها بنسبة متفارقة هو خليط من الأملاح المعدنية والفيتامينات فعلا البوتاسيوم ويضا السوديوم لكن البوتاسيوم بشكل أكبر نروح الآن لفوائد النعناع أكيد هي تختلف ربما على حسب أشكال استهلاكه ممكن تكلمين عليها أكثر صحيح لما قلت على الجهاز الهضمي أكثر الدراسات أجريت حول النعناع في هذا الجانب بالذات لأنها يعني هناك دراسات أثبتت أنه عنده فايدة كبيرة من خلال أنه ينقص الغازات المعاوية وبالتالي الانتفاخ مشاكل الانتفاخ والقلون العصبي بصفة عامة حتى آلام المعيدة فهو مفيد في هذا الجانب أيضا أثبتوا أنه يحفز عمل العصارة أو المرارة فتفرز العصارة السفراوية التي تساعد أيضا في هضم الدهون ويعتبر أيضا فيه مضاد للبكتيريا والجراتين بصفة عامة سواء في الجهاز الهضمي أو في أجهزة أخرى خاصة يزيد استعماله بالنسبة للفم فنجده كثير من المواد المصنوعة يكون المادة الأساسية فيها هي المانتول هل يكون معطر؟ معطر وفي نفس الوقت عنده تأثير على البكتيريا هو يحارب البكتيريا الموجودة على مستوى الفم وبالتالي سيحسن رائحة الفم وعنده نفيتان منعش فيعطي الإحساس الانتعاش وقلنا نجده كثير من المواد المصنوعة من خلال هذه المادة مانتول فحتى لشامبوى لدينا معجون الأسنان المحالي الغسل للفم أيضا فيها كثير هذه المادة فتفيد في هذا الأمر معروف أن النعناع أيضا هو مضاد التهاب طبيعي فللناس اللي عندهم مشاكل في المفاصل آلام العضلات الروماتيز يخفف من الآلام يخفف كثير من هذه الآلام حتى في فترة دورة الطمث دورة شهرية أيضا هو يساعد على الاسترخاء في نفس الوقت ينقص هذه الآلام عنده أيضا هو يعتبر مدير للبول في نسبة كبيرة من البوتاسون فيساعد أيضا مرضى الضغط الدموي يعدل نوعا ما نسبة الضغط الدموي نلاحظ أيضا عنده فوائد كبيرة من خلال في نزلات البرد فمليح الإنسان يستعمله كمحلول انتزان يقوي الجهاز المناعي يقوي الجهاز المناعي الجهاز التنفسي أيضا يحارب العراض النزلات البرد بصفة عمامة مثل السعال احتقان الأنف فدايما ننصح به حتى ينقص ألام الصداع والشقيقة في المصاحبة الآن بالنسبة لأشكال استهلاكه فيها الشاي ربما أيضا يمكن أن يكون فيها طهي أكيد الآن هو واسع الاستعمال ودخل تقريبا في كل الوجبات في المقبلات يعني المملحات في الأطباق الرئيسية حتى مجفف أو طازجة في نفس الوقت في العصائر مشروبات عديدة عصائر الفواكه نقدوا ندخلوا دايما النعناع فيها في الحلويات المعاصرة الآن الموجودة في كثير منها يعني يستعملوا فيها النعناع العلكة المصنعة إلى آخره حتى مجال الأدوية في كثير من استعمالها يعني يدخل في التركيبة يدخل في التركيبة الآن في حالة ربما الاكثار من استهلاك النعناع وخاصة شاي النعناع فهل فيها ربما أضرار هي محتملة على صحتنا صحيح كالناس للأسف مدمنين لما قولوا لهم أنه في عشبة أو مادة معينة جيدة فلقوهم يدمنون عليها وياخدوها بكميات كبيرة هذا الشيء غلط ويمكن يقالب إلى الضت نحن قلنا مفيد الجهاز الهضمي لكن بالمقابل ممكن يأثر عليه ويسبب إسهال آلام حدة ممكن غثيان دوار صداع يزيد في حالة الصداع حتى الضغط الدم ممكن يرتفع إذا تناولناه بشكل أكبر من اللازم وفي حالات اللي يحضر عليها أنه يستعملوا يعني من الأحسن أنه يبتعدوا على النعناع حالات اللي عندهم الحصة في المرارة اللي عندهم أمراض الكبد المتقدمة في مراحل المتقدمة أيضا نتكلم أيضا اللي عندهم مشاكل الحرقة المعيدية والارتجاع المريء خاصة فالناس اللي يحسوا أنه النعناع يسبب لهم هذا المشكل من الأحسن يتوقفوا ما يتناولوش طيب ما هي الكمية التي ينصح باستهلاكها ربما أسبوعيا من هذا الشاي تقريبا لما نخد حوالي 150 سنتيليتر من الماء نوضع فيه ملعقة من النعناع سواء يابس أو عن طريق أوراق يعني تكون تازة يكون مجفف أو يكون مغلاء نخلو فيه هذا الأوراق يعني مدة عشر دقائق يكون منقوع اسم هذا نقول له منقوع ما نخلوش يغليد فوق النار من الأحسن ونتناولوه بعد بعد ذلك مرة إلى مرتين في اليوم بالنسبة سازغ إذاك كنا حاولنا يعني نعالجوا مشكل معين لكن لرجيم طبيعي هكا وقائي مرة في اليوم في المساء تكون كافية يعني يوميا يمكن أخذ أو يستهلاك مشروب بشرط قنا نبتعد عن بعض الحالات اللي ما لازمش ياخدوه حتى الأطفال موانا يعني هناك موانا كثيرة الأطفال أقل من خمس سنوات المرأة الحامل أيضا الشاي فيما يخص الشاي فيما يخص الشاي أكيد لأنه فيه دراسات تقول أنه يأثر على الرحم وممكن يسبب تقلصات الآن عند اقتناء النعناع هل من طريقة ربما مثلة ممكن أنك تقترحيها للمشاهدين والمشاهدات من أجل الحفظ والتخزين وإبقاء دائما نفس القيمة الغدائية مع مرور الوقت إذا كان النعناع طازج جديد من الأحسن يكون لحظوا دائما الورقة تكون خضراء ما فيهاش بوقع ما فيهاش مشاكل تحفظ في الثلاجة مدة أسبوع نغلفوها بورق جاف فممكن نحتفظوا بها مدة أسبوع أسبوع مجفف نقدر نجفوه لكن لازم يكون في مكان ما فيش رطوبة بعيد عن أشعة الشمس ما يكونش معرض لأشعة الشمس يكون في الظل وبعد التجفيف أيضا نحتفظوا به في ورق جاف أو في علب محكمة يعني مغلقة بشكل جيد لمدة ونستعمله إدى عدة أسبوع إلى عدة أشهر ممكن لكن هنا في ملاحظة فقط أنه من الأحسن لو نحوز نستهلك النعناع هو أفضل فترة هي فترة الصيف يعني من أفريل إلى حتى سبتمبر أو سبتمبر لماذا؟ لأنه فيما بعد كان حالات تصبح سامة في بعض الحالات فبتالي في فترة الصيف يستحسن أنه نستعمله وإذا حبينا نخزنه نخزنه في هذه الفترة يعني نجفوه في هذه الفترة لنستعمله في فصل الشتاء طيب من وردناك العادة بحضورك دكتور الله يسلمك شكرا إن شاء الله دايما في الإفادة أكيد يعطيك صحة الله يسلمك